الأبنية منذ ساعات قال إن هناك ألف مدرسة وخمسمائة مدرسة بلا صور عفوا لا أعيز أقول لك يعني خلينا نتكلم إن إحنا عندنا ستمائة سبعة وعشرين مدرسة استلمناهم من سنة وشوية من غير أسوار إحنا خلصنا ربعمائة سبعة وعشرين مدرسة طرحنا مية فضلنا مية إن شاء الله ده بالنسبة للمدرسة اللي بلا أسوار عندنا سبعمائة تمانية عشرين مدرسة لها قرار إزالة دول مقفلين دول سندوق دعم المشروعات هيبدأ طرح نصهم إن شاء الله الإسبوع القادم وإن شاء الله على أول ما يخلصه نخش ندبر موارد أخرى علشان نطرح البقين دول ما فهمش خطورة لأنهم أصلا ليهم قرار إزالة ومغلقين في مدرس أخرى بقى اللي هو الفحص اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا عندنا جهات عديدة تعاونت معنا بمساعدة السيد رئيس الوزراء احنا عندنا وزارة البترول وزارة الشباب وزارة الإسكان وعندنا أوراسكم شركة أوراسكم والمقاولين العرب ونقابة المهندسين والشركة القبضة للتشييد والبناء كل دول توزع عليهم ويه كمان الهائلة الهندسية للقوات المسلحة توزعت عليهم المحافظات كلها كل جهة خدت على الأقل ثلاث محافظات بعدد مدارسها نزلوا يعملوا عملين لهم استمارة فحص لكل المدارس تبدأ من الناحية الانشائية إلى الحاجات البسيطة زي الإزازي البوابة الصور بحيث ان احنا أنا كل البيانات اللي جاتلي قبل كده كلها بتقول كله تمام بتقول ان مش كله تمام فهنا الانتفاضة بقى بتاعة شعب مصر كله يتعاون معنا وجهات المختصة بحيث ان احنا عندنا بيان شامل كامل عن كل مدرسة نبتدي نشوف ايه ناقص ندبر له تمويل او هنناشد رجال الأعمال هنناشد الناس اللي ممكن تساعد في اصلاح هذه المدارس بحيث ان شاء الله ان في خلال شهر ان شاء الله يبقى عندنا بيانات كاملة نبدأ على طول في نص السنة ان شاء الله نخلص كل المدارس دي مرة واحدة ان شاء الله اشتركوا في القناة